السلام عليكم اليوم من الكامتنو ولحظات قبل بداية المباراة ضد غرناطة الاجواء ما في جمهور كتير لكن الاجواء حماسية رح نشوفكم مع بداية المباراة اليوم باللبس اشبيه عشان ولاد ما في الاندلس غرناطة رح نحاول بهاي الزيارة وهي اول زيارة اللي في الكامتنو نقارن مع البرنابيو اللي كنا رحنا مباراة سلتافيكو اسبوع اللي فاتس ما كنت شفته المباراة من اجمل ما يمكيكات الاجواء رح نحاول نقارن بعض الامور ونشوف وين الاجواء اجمل مكان جدا ممتاز من الكراسي اللي تحتنا هون لغاية الاماكن هاي اللي فوق كلها تقريبا بين 40 و 60 يورو الملعب للامانة مرعب من جوا ما شاء الله ضخامة رهيبة لكن هو لو كان في جمهور اكتر كممكن الواحد يحس بالاجواء في كورونا زائد الناس مش كتير اجت على المباراة كتير في تذاكر من بعد وهي ترحيب الجمهور بنزول اللعيبة كان فيه شيء جميل شوفنا في البرنابيو لما بيعلن عن اسماء تشكية لعيبة الريال كان المعلق بيحكي الاسم الاول اللاعب وكل الجمهور بيحكي الاسم الثاني كان عامل جو رهيب هنا الاجواء يعني ميتة اللي بيعلن هو اللي بيحكي الاسم كامل الجمهور مائلو علاقة ابدا نقطة جدا كانت جميلة في البرنابيو دخلت الجمهور في اجواء المباراة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا لا يا جماعة اللاعب طالع مصاب والله عيب مع كل لقطة للحارس بياخر فيها اللاعب الجنهور الجن بس ضغط برشلونة غير عادي طلبين الدفاع بيلعبوا في نص ملعب غير ماطة ضغط جد رهيب هاي خطيرة هاي خطيرة لا بسكيتس مش مشكلة تبديل اول لبرشلونة بلدي ضغط رهيب معاخر داي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تقريبا احتفل بخروج كوتيني ضغط رهيب رهيب يعني غرناطة ما بعرف حقيقة دار يسمى بايم الساعة لكن الوضع صعب احنا نضرب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يرفع الراحة يا شباب يرفع الراحة بيكي بيكي واقف عندي اللي بدي يرفع مش هيرحمه خروج بوسكت مع طحية الجماهير لنزول بيكي والله بيكي ممكن يشكل خطورة مع العرضيات لكتير الى برشلونة بيكي مصدر يا رب اروح سلام الله يستمع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بي كي بديل يلعب راس حربة بيدل على فقر هجومي في مشاكل في برشلونة ننهي هنا حلقتنا ونشوفكم مبارات جديدة في برشلونة او في مدريد وفي الاماكن الحلوة اللي في برشلونة وفي مدريد كمان اشتركوا في القناة